السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول حاجة نعملها ان احنا ندخل المودر بدعنا فهقول له import وهقول له synchro project ونشوف الملف بتاعنا اهوت اقول له open فهيبدأ يدخل معنا هقول له next import finish فهيبدأ يظهر معنا المودل في السري دي طيب الفلور دي مثلا دي اللي بتاع المنطقة نستهى فممكن نعملها hide دلوقتي مثلا على سبيل المسال انا عندي مثلا دي هتعمل في يوم معين حسب الجدول ممكن يكون مثلا انت عايز تعمل دول دي وبادل تحت دي مثلا وديت 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 مثلا اس مثلا او سلاب او اي حاجة طيب عايز اربط دي بتاع المنطقة على حاجة اللي انت عايزها دي البلاطات ديت ممكن تروح استحابها كده وتروح حاطاتها هنا فيبقى موجودين في الجدول الزمني وانت تقدر تتحدد بقى الجدول الزمني ده هيبقى من يوم ايه اليوم ايه وتقدر تغيره وتقدر تخليه مثلا تلت يام اربعة يام زي ما انت عايز اه اه ازهر معك بشكل دوت وممكن تحرك الباكرة كده بحيس ان هي ايه تبدأ تزهر معك بشكل دوت بتفاصيل اكتر طيب لو جينا بقى مثلا نعلم على حاجة بعد كده مثلا ديت وديت وعايز اديها تاسك تاني فممكن بقى تيجي هنا تقول له ايه انا عايز اعمل واحدة تانية بلو دي تحتها مثلا تمام وديها مثلا ستو طبعا ستو هتبدأ بقى ايه ان انت تتجي تتحكم في الوقت بتاعها تقدر تصحبها كده تقدر تغير التاريخ من هنا من الشكل دوت وتقدر تغير التاريخ الستارت والفينيش لو انت حبي ممكن تكون فيه شغل هنا تانية مثلا بلو طبعا تانية عايز تقدر تتحدد دلوقتي بتاعها تمام فممكن دي برده تيجي هنا وتقول له انا عايز هنا بلو يعني اسفل منها او بقى الشيلد يبقى دي جوسء من المهمة اللي انت عامل عليها select دلوقتي فانا ممكن اجي وانا وقف هنا هقول له دي انا عايزها نمي برده تانية تحتها بلو وخلي مثلا استري وبرده لك ان انت حكم في الوقت فممكن تجي هنا وتدوس وتختار بقى الوقت اللي انت عايزه 30 اختار مثلا ايه 13 12 وتقول له دي مثلا اه 4 اية طيب ممكن تحدد حاجة كمان مثلا دي ودي مثلا ممكن بقى تقول له ايه ان دي اسفل دي بقى دي جوسء من دي فايبدأ يقولك ان دي جوسء من دي يعني لو قبرت دي بقى بتقبر اللي فيها ليه لان دي تشمل دي فباش معنا دي تخلص قبل دي هنقول له مثلا دي اسفور وتحدد مثلا دي اقول خمسة اية مثلا تمام؟ خلي بالك انك انت كل حاجة بتعملها ويكبر اللي قابليها تمام؟ حيث ان انت لما تبدأ تحرك الجدول الزامني بتبدأ تظهر الحاجة في المعاد بتاعها وكذا طول المبنى بتبدأ تعمل تعملها منول او ان انت عندك اصلا ان انت تقوله فايل وتروح وتروح مدخل ملف ملف اكس ام ايل اللي يكون فيه التسخات كلها في البروموفيرا او في الاميس بروشيكت وتبدأ تتعامل معها ولو انت معلم على اي تسك تقدر تجي هنا ووف وتقول له انا عايز اعلم على التسك اللي فيها فيبدأ ينقل ويركز على التسك اللي فيها او تقول له انا عايز اركز على الداوين وهكذا فتقدر تتلقف وتنزل زي ما انت عايز طيب هنا برضو فوكس لو احنا عندنا تسك معينة انواف كده في جزء منها ممكن نقول لا ده انا عايز اركز على ال الستارت اللي هي ديت وهنا موافحنا على التسك دي فبدأ عند البداية بتاعتها ممكن نقول لا ده انا عايز اه في السنتر فيينيه على السنتر او انا عايز في الاند فيروح ليه الاند بتاع التسك ديت فده مجرد ازاي نتعامل مع الجانت شارت في برنامج السينكرو